السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذا الفيديو ان شاء الله سنستكمل حل بطاقات التعلم الذاتي وان شاء الله سنبدأ مع بطاقة رقم 12 بعنوان مفهوم التأكسد والاختزال بالنسبة للمحتوى العلمي التأكسد قديما هو زيادة محتوى المادة من الأكسجين او نقص محتوى من الهيدروجين اما حديثا فقد العنصر للالكترونات اثناء التفاعل الكيميائي اما الاختزال قديما فهو زيادة محتوى المادة من الهيدروجين او نقص محتوى من الأكسجين الاختزال حديثا كسب العنصر للالكترونات اثناء التفاعل الكيميائي طيب نيجي الان نشوف نقولي ماذا ينتج عن تعرض العناصر الفلزية للهواء الجوي ماذا ينتج عن تعرض العناصر الفلزية للهواء الجوي اللي هو أكسيد ماذا يسمى المركب الناتج عن تفاعل الحديد مع الأكسجين أكسيد حديد عللي تتأكسد الفلزات بشكل عام عند تعرضها للهواء الجوي السبب في ذلك لأنها تحتوي على إلكترونات حرة ضعيفة الارتباط بالنواة في مدارها الأخير فتميل لفقدها في حين أكسجين الهواء الجوي يميل للكسب نيجي لنشاط رقم اثنين اللي هو تفاعل الكالسيوم مع الأكسجين ويعطي أكسيد كالسيوم المركب الناتج يسمى أكسيد الكالسيوم شحنة الكالسيوم قبل التفاعل متعادلة أو صفر وبعد التفاعل موجبة شحنة الأكسجين قبل التفاعل متعادلة وبعد التفاعل سالبة العنصر الذي فقد إلكترونات هو الكالسيوم وتحول إلى أيون موجب بينما العنصر الذي اكتسب إلكترونات هو الأكسجين ويسمى أيون سالب التفاعل السابق يسمى تفاعل تأكسد واختزال العنصر الذي حدثت له عملية تأكسد هو الكالسيوم والعنصر الذي حدث له اختزال هو الأكسجين طيب نستكمل بطاقة رقم 12 مع بعض بقية بطاقة رقم 12 نشاط 3 نا زائد سي أل بعطيني أيون السوديوم والموجب وآيون الكلور السالب الآن بقول لي العنصر الذي فقد إلكترونات هو عنصر السوديوم بينما العنصر الذي كسب إلكترونات هو عنصر الكلور نستنتج أن التفاعلات الأكسد والاختزال تنتج عن عمليتي فقد واكتساب إلكترونات أذكر السبب عمليتان الأكسد والاختزال متلازمتان دائما لأن كل عنصر يفقد إلكترونات يقابله عنصر يكتسب هذه الإلكترونات نيجي الآن لبطاقة رقم 13 بعنوان عدد التأكسد عدد التأكسد هو مقدار الشحنة التي تبدو ذرة العنصر أو الآيون حاملة لها التي يمكن أن تكون موجبة أو سالبة أو صفر نشاط واحد أكمل الفراغ عدد التأكسد للذرة في العنصر الحر يساوي صفر تأكسد الآيون عبارة عن الشحنة الظاهرة عليه ثلاثة عدد التأكسد للهيدروجين في معظم مركبات قلنا موجب واحد بينما الأكسجين في مركباته سالبة 2 مجموع أعداد التأكسد للذرات المكونة للمركب المتعادل يساوي صفر بينما مجموع أعداد التأكسد للآيون المكون من أكثر من ذرة يساوي شحنة شحنته مقدارا وإشارة الآن نجي للسؤال هذا كتير مهم احسبي رقم التأكسد لكل مما يأتي بده الفيسفور في حمض الفيسفوريك هذي كيف بده أحلها بده أقول ثلاثة في الهيدروجين زائد بي زائد هنا عندي أربعة ضرب الأكسجين يساوي صفر لأنه المركب كله ثلاثة الهيدروجين قلنا في مركباته موجب واحد زائد حطها بين الجواس شا ما نتلخبطش بي زائد أربعة الأكسجين في هذا إيش أكسجين في مركباته قدش قلنا سالب اتنين يساوي صفر طيب نكمل هنا ثلاثة في موجب واحد موجب تلاتة زائد بي أربعة في سالب اتنين سالب تمانية يساوي صفر الآن موجب تلاتة سالب تمانية سالب خمسة إذن بي ناقص خمسة تساوي صفر إذن البي تساوي بأنجل على الطرف الثاني موجب خمسة هذه الأولى بالنسبة للتانية بده النيتروجين في حمض النيتريك نفس الفكرة حنشتغل هقول له تلاتة ضرب أو زائد أن زائد أتش يساوي صفر تلاتة ضرب سالب اتنين زائد الأن أنا مش عارفاها الأتش طبعا موجب واحد يساوي صفر تلاتة في سالب اتنين نكمل سالب ستة زائد أن زائد واحد يساوي صفر سالب ستة موجب واحد سالب خمسة الآن بتدنجل السالب خمسة على الطرف الثاني بصير عندي أن دساوي موجب خمسة طيب نيشي للكلور في حمض البيرو كلوريك البيرو كلوريك أتش بكتب هاي الأتش زائد السي أل زائد أربعة أو يساوي صفر الأتش موجب واحد زائد سي أل أنا بدي أحسبها لسا مش عارفة زائد أربعة في سالب اتنين يساوي صفر هذه طبعا متصر سالب تمانية سالب تمانية موجب واحد سالب سبعة زائد سي أل يساوي صفر طب أنا بدي السي أل لحالها بنقل هاي السالب سبعة الطرف الثاني بإشارة موجب بصير موجب سبعة طيب نيجي الآن هنا هاي الأنتو الأنتو في الحالة الطبيعية إذن تساوي صفر مباشرة نيجي لهادي البي البي او فور السالب ثلاثة هذه آيون الآيون أنا بحطه يساوي صفر هحطه يساوي سالب ثلاثة اللي هي الشحنة الظاهرة علي هقول بي زائد أربعة ضرب او يساوي سالب ثلاثة بي زائد أربعة في سالب اتنين يساوي سالب ثلاثة شفتوا إيش الفرق يا تاسر لما يكون معطيني مركب عادي بدون شحنة بكتب المجموع كله يساوي صفر لكن لما يكون معطيني آيون بشحنة بدأكتب بعد اليساوي اللي هي الشحنة الظاهرة عليه البي ناقص ثمانية يساوي ناقص ثلاثة نكمل هنا البي تساوي الناقص ثمانية هتنتقل على الطرف الثاني بإشارة موجب حيصر عندي سالب ثلاثة زائد ثمانية إذن بي هتسوي لموجب خمسة كبهيك إحنا بنكون حسبنا أعداد التأكسد لجميع العناصر الظاهرة عندي نشوف الآن مع بعض بطاقة رقم 14 التي تتحدث عن العوامل المؤكسدة والعوامل المختزلة العامل المؤكسد هو المادة التي حدثت لها اختزال وسببت تأكسد مادة أخرى أما العامل المختزل فهو المادة التي حدث لها تأكسد وسببت اختزال مادة أخرى نجي نشوفها يعقضي الأعداد كلما قل عدد التأكسد تكون العملية اختزال إذا زاد عدد التأكسد بتكون العملية طبعا إيش أكسدة طبعا هنا إيش عملية أكسدة في خطأ عندنا في الطباعة هنا طيب نيجي نشوف هنا السؤال بقولي احسبي أعداد التأكسد لجميع الدرات في العناصر نيجي هنا نشوف مع بعض هادي بي بي أو هذا كله المركب صفر الأكسجين سالب اثنين إذن هادي بتكون موجب اثنين عشان يكون المجموع الكل صفر الكربون في الحالة الطبيعية إذن فهو صفر متعادل الرصاص في الحالة الطبيعية أيضا صفر هادي مركب مجموعه كل صفر الأكسجين سالب اثنين في اثنين سالب اربعة عشان يصير المجموع صفر بيكون الكربون موجب اربعة يحسبنا أعداد التأكسد العنصر الذي زاد عدد التأكسد هو الكربون والذي قل عدد التأكسد هو الرصاص لأن الكربون كان صفر زاد صار موجة بأربعة الرصاص كان موجة باثنين صار صفر قل الزيادة في رقم التأكسد للعنصر تعني حدوث عملية أكسدة أما النقصان في رقم التأكسد تعني حدوث عملية اختزال العامل المؤكسد في المعادلة هو الرصاص ليش؟ لأنه حدثت له عملية اختزال أما العامل المختزل في المعادلة فهو الكربون لأنه حدثت له عملية أكسدة نشوف الآن باقي بطاقة رقم 14 حدد العامل المؤكسد والعامل المختزل اللي هو زد آن زد أو بعطيني تو زد آن أو العامل المؤكسد هو الأو تو كيف بد أعرف؟ العامل المؤكسد هو الذي حدثت له عملية اختزال طبعا لازم أحدد العملية والعامل عشان أقدر أو أحدد أعداد التأكسد على الأقل عشان أقدر أعرف العامل المؤكسد والمختزل الزد آن كانت صفر والأو كان صفر تحول إلى هنا سائلة باثنين وهنا موجة باثنين الآن الأكسجين قل رقم تأكسده إذن عملية اختزال ما زالها عملية اختزال إذن فهو عامل مؤكسد أما زد أن زد أن عملية أكسده كانت صفر وصارت موجة باثنين ما زالها عملية أكسده إذن هي عامل مختزل طيب فسري في تفاعل الأكسجين مع الكالسيوم يعتبر الأكسجين عاملا مؤكسدا بينما يعتبر الكالسيوم عاملا مختزلا لأن الأكسجين قل رقم تأكسده فيحدث له اختزال فيتسبب في أكسدة الكالسيوم أما الكالسيوم فيزيد رقم تأكسده فيحدث له أكسدة فيتسبب في اختزال الأكسجين إلى هنا نقول قد وصلنا إلى حل البطاقات الثلاثة اتناش وثلاثة عشر واربع عشر انتظرون إن شاء الله في حل البطاقات الأخرى دمتم في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته